عقب أيام من مطالبة الأردن بمساندة المجتمع الدولي للبلدان المستضيفة للاجئين تأتي الاستجابة الأمريكية لتتعهد بتقديم 133 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين في أراضي المملكة منذوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفلد أكدت أنها أكبر حزمة إنسانية قدمتها بلادها خلال مؤتمر بروكسل السادس دعية إلى ضمان حصول السوريين المحتاجين على الغذاء والدواء والإمدادات الحيوية الأخرى مشددة في الوقت ذاته على ضرورة تضافر الجهود لتسهيل مهمة إيصال المساعدات العابرة للحدود في سوريا وخلال المؤتمر جدد الجانب الأردني في كلمته على لسان وزير التغطيط والتعاون الدولي ناصر أشريدة أن بلاده تحملت عبءا كبيرا في استضافتها لأكبر عدد من اللاجئين السوريين يقدر بمليون وثلاثمائة ألف لاجئ حسب وصفه دعيا لضمان العودة الطوعية الآمنة لهم وفق حل سياسي بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2254 متجاهلا حقيقة من يريد إعادتهم لسلطته بعد كل إجرامه وميليشياته بحقهم كل ذلك بات يثير تساؤلات عن ثقة المجتمع الدولي بالأردن لتوزيع المساعدات لمستحقيها من اللاجئين لا سيما وأن عمان فتحت حدودها مؤخرا مع حكومة ميليشي أسد وأطلقت التبادل التجارية والاقتصادية معها الأمر الذي يثير مخاوف من تحول الأموال إلى الميليشيات الطائفية لقتل من تبقى من الشعب السوري فضلا عن الالتفاف على العقوبات الغربية والأمريكية